وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات على أن تؤجل الموافقة النهائية لجلسة الغد كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع مصر وصندوق النقد العربي جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشارة دكتور حنفي جبالي لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في مستهل الجلسة العامة أحال رئيس المجلس اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما وخلال الجلسة وافق المجلس برئاسة المستشارة دكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات على أن تؤجل الموافقة النهائية لجلسة الغد نحن أمام لحظة تاريخية تعزيزاً للقضاء المصري الشامح بمطلعة لمواد الدستور أجد أن مشروع القانون المعروض علينا يحقق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المواطن في القصول على عدالة والدفاع عنه كما يجب النهاردة يوم غاية في الأهمية لأنه يوم لتحقيق العدالة الجنائية في الدولة الوطنية المصرية إنجاز حقيقي يعيه يقيناً كل المهمومين برسالة حق الدفاع في كافة الاتجاهات النهاردة ونتاج لأمر مهم وهو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرت بوضوح مبدأ التقاضي على درجتين لتحقيق مفهوم الشرعية الجنائية وعلى إسره تحقيق مبدأ العدالة الجنائية بما لا يخل بمبدأ العدالة الناجزة كما وفق المجلس خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع مصر وصندوق النقد العربي وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع اشتركوا في القناة